السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم عزائي في الدرس الأول من دورة احتراف برنامج الـ Excel 2016 رح نتعلم في هذا الفيديو القوام الأساسية بالبرنامج وكيفية إدارة المدخلات وإضافة الصفوف والأعمدة وطرق التعامل مع البرنامج قبل البدء بالدرس دعوني أخبركم أنه في عدة مجلد فايلز يحتوي على ملفات العمل اللي رح نشتغل عليه طيلة الدورة حملوه من ركن الدورة داخل المنصة بداخل هذا المجلد مجموعة من المجلدات بأسماء المحاضرات وكل مجلد يحتوي على ملفات العمل في كل محاضرة نزلوه عندكم وخلونا نشتغل عليه سوية بالدروس أول بأول رح نقوم بفتح برنامج الـ Excel لدينا الواجهة الأساسية للبرنامج أول ما نفتح يطلب البرنامج نوعية الملف المراد فتحه لدينا على اليسار آخر الملفات المفتوحة أسفل منها يوجد Open Other Workbooks لفتح الملفات الغير موجودة بقائمة آخر الملفات المفتوحة مسبقا كما يوجد هنا على اليمين قوالب جاهزة بإمكانك أن نقر على أي واحد منها حتى ينشئ هذا القالب اللي واضح شكله مثل ما نشوف بالصورة المصغرة كما يوجد لدينا من هنا Personal القوالب اللي نحن عملناها على البرنامج واللي رح نتعلم كيف نعملها لاحقا إن شاء الله رح نرجع للقوالب الأساسية Feature ونختار منها Blank Workbook أي ورقة عمل فارغة دعونا نتعرف على الواجهة الأساسية للبرنامج لكن رح نقوم بفتح الملف الأول الموجود داخل المحاضرة الأولى حتى نبدأ بالشرح عليه يتألف برنامج Excel كما نشاهد أمامنا من شريط القوائم في الجزء العلوي من البرنامج كما لدينا بعض القوائم المخفية اللي رح نظهرها لاحقا كل قائمة من هذه القوائم تحتوي على مجموعة من الأدوات الخاصة بهذه القائمة رح نتعرف على أغلب أدواتها إن شاء الله أسفل شريط القوائم يوجد شريط الصيغة Formula Bar وهذا الشريط يخبرنا عن ما هي الخلية اللي نحن مؤشرين عليها فمثلا لو شفنا الأرقام اللي أمامنا بالنقر على أي رقم منها سيقوم شريط الصيغة بإظهار ما هي الخلايا المؤشر عليها فمثلا هذا الرقم هنا 15 وشريط الصيغة يظهر نفس الرقم 15 بالتالي القيمة بهذه الخلية نفسها اللي نحن شايفينها أما هنا الخلية ظاهر لديها الرقم 20 فالخلية تظهر هذا الرقم 20 أما شريط الصيغة فيظهر يساوي كي ثلاثة زائد الثلاثة أي أن الرقم 20 هو عبارة عن نتيجة معادلة جمع خليتين وليس مكتوبا بشكل مباشر بالخلية بالتالي شريط الصيغة يظهر محتوى الخلية بإمكانك كذلك الأمر أن نقر مرتين على أي خلية وسيظهر محتوىها في الأسفل لدينا هنا شريط الشيتس أو شريط الورقات يحتوي على الورقات المفتوحة بإمكاننا النقر على زر الزائد هنا ليقوم البرنامج بفتح شيت جديد في فارغ بإمكاننا تغيير اسم الشيت بالنقر على الاسم مرتين والبدء بالكتابة أو النقر بزر الفأر الأيمن واختيار رينيم كما بإمكاننا تغيير من ترتيب الورقات بالنقر بزر الفأر الأيسر والسحب ونستطيع حذفها بالنقر بزر الفأر الأيمن واختيار ديليت أي حذف ولكن انتبه لا يمكنك التراجع عن أمر الحذف الورقات أسفل شريط الشيتس أو شريط الورقات يوجد لدينا شريط الحالة ستاتيو اسبار وهو من أهم وأكثر القوائم فائدة في البرنامج فبإمكاننا عن طريقه الحصول على معلومات سريعة عن البيانات المدخلة في الشيت لدينا هنا أسماء الموظفين في أحد المؤسسات مع أقسامهم ورواتبهم وتقييم عملهم لو أردنا بشكل سريع معرفة عدد هؤلاء الموظفين نحدد عليهم من اسم العمود ثم ننظر للشريط ستاتيو اسبار أو شريط الحالة لنرى أنه يظهر لنا كاونت 245 وهو عدد الخلايا المحددة والمحتوية على بيانات أي الخلايا المحددة والغير فارغة بالتالي عدد المنظفين هو 244 إذا استثنين خلية العنوان إذا حدنا على مجموعة من البيانات الرقمية مثل هذا العمود يظهر لدينا شريط الحالة بيانات أكثر مثل مجموعة هذه البيانات المحددة من صم وأعلى قيمة فيها من ماكس وأقل قيمة فيها من وكذلك عدد الخلايا المحددة والغير فارغة وهي كاونت وأخيرا المعدل أفرج وهكذا نجد أن شريط الحالة شريط رائع نستطيع دوما من خلال الحصول على معلومات سريعة عن البيانات لنتعرف على مساحة العمل فمساحة العمل كما نراها تحتوي على عدد هائل من الخلايا كل ما استطيل هنا هو عبارة عن خلية لها اسم معين وهو تقاطع اسم العمود مع رقم الصف مثلا هذه الخلية هي إي ثمانية تقاطع العمود إي مع الصف ثمانية والاسم ذاته مكتوب في الزاوية عدد الصفوف هو عدد ضخم بالنقر على الاختصار كونترول سهم أسفل سننتقل إلى آخر خلية في البيانات بالضغط عليه مرة أخرى سينتقل إلى آخر صف موجود في الشيت ويظهر لدينا الصف مليون وثمانية وأربعين ألف وخمسمية وستة وسبعين بالنقر على الاختصار كونترول سهم أيمن ينقلنا إلى آخر خلية لجهة اليمين لو كانت هناك بيانات سينقلنا لآخر خلية في جهة اليمين وإذا لن يكن سننتقل إلى آخر خلية في الشيت من جهة اليمين وإسم آخر عمود هنا XFD وهذا يعني أن الإكسل يحتوي على عدد ضخم من الخلايا بإمكانك الكتابة بدون قلق سنعود للبيانات بالضغط على كونترول سهم علوي ثم كونترول سهم أيسر لإنتقال لآخر خلية نحو الأعلى وآخر خلية نحو اليسار بإمكاننا تحديد الصف بالنقر على رقم الصف وتحديد العمود بالنقر على رأس العمود ولتحديد أكثر من عمود ننقر ونسحب كما نرى ونفس الأمر للصفوف بالنقر والسحب على الأرقام سنحدد أكثر من صف لتحديد كامل البيانات نضغط على الاختصار كونترول A سيقوم بتحديد كل البيانات من حول الخلية المؤشرة بإمكاننا تحديد كامل العمود بالنقر على اسم العمود ولكن سيقوم بتحديد العمود كاملا مع الخلايا الفارغة لتحديد العمود في البيانات فقط نقوم بالضغط على أول خلية في العمود ثم بالضغط على الاختصار كونترول شفت سهم سفلي سيحدد من الخلية الحالية حتى آخر خلية في البيانات لجهة الأسفل نفس الأمر للصف نقوم بالتحديد على أول خلية في الصف ثم ننقر على الاختصار Ctrl Shift سهم أيمن سيقوم بالتحديد من الخلية الحالية حتى آخر خلية باتجاه اليمين لتحديد كامل البيانات باستثناء العناوين نقوم بتحديد الخلية الثانية بدءا من العمود الأول ثم نضغط على الاختصار Ctrl Shift سهم يمين ثم Ctrl Shift سهم أسفل سيقوم بتحديد كامل البيانات مع عدى الصف الأول بالنسبة لإضافة الخلال لإضافة العمود ننقل على رئيس أي عمود بزر الفأر الأيمن ونختار insert وسيقوم الإكسل بإضافة عمود جديد قبل هذا العمود ونفس الأمر للصف بنقر على رقم الصف بزر الفأر الأيمن واختيار insert سيضيف صف قبل هذا الصف للحدث بنقر بزر الفأر الأيمن على رقم الصف ونختار delete ونفس الأمر بالنسبة للعمد بنقر بزر الفأر الأيمن على رأس العمود ونختار delete للقيام بتحريك الصفوف والعمل مثلا عمود طبيعة العمل ننقله لبعد عمود اسم الموظف ننقر على العمود C بزر الفأر الأيمن ونختار insert سيضاف عمود قبل هذا العمود ثم بالضغط على عمود طبيعة العمل والذهب إلى أي حد من حدوده حتى يتغير مؤشر الفأر إلى رمز الأسهم الأربعة بالضغط عليه والسحب لمكان العمود الفارغ سيقوم بالنقل ثم نحذف هذا العمود بالنقر عليه واختيار delete نفس الأمر للصفوف مثلا نضع صف بسان طحان في المقدمة ننقر بزر الفأر الأيمن ونختار insert ثم نحدد على صف بسان طحان ونقرم مؤشر الفأر على أي حد من حدوده حتى يظهر رمز الأسهم السوداء ثم نضغط عليه وسحب لمكان الصف الجديد ونقوم بحف السطر السابق هذه الطريقة مفيدة ولكن يوجد طريقه أسرع منها مثلا هنا سطر رشال أسعد نريد رفعه للصف العلوي نضغط على حدود هذا السطر ثم نسحبه ولكن مع الضغط على مفتاح shift من لوحة المفاديح سيتغير شكل التحديد لشكل مستقيم وبالإفلات مع الإبقاء على مفتاح shift مضغوطا سيضع الصطر المنقول بين الصطور الجديدة ويحدث تلقائيا الصطر السابق أي قام بعملية الإزاحة نفس الأمر للأعمدة ننقر على اسم العمود ثم نذهب إلى أي حد من حدوده حتى يظهر رمز الأسهم ثم بنقر مع السحب والضغط على مفتاح shift من لوحة المفاتيح ونتأكد بتغيير شكل التحديد لمستقيم ثم بالإفلات سيقوم بنقله أو إزاحته بالنسبة لقياس الأعمدة والصفوف نستطيع تكبير وتصغير العمود بالنقر على حد الفاصل في الأعمدة وسحبها ليقوم بالتكبير بالنقر مرتين على الحد الفاصل سيقوم بعمل فت أو ملئ تلقائي وهو تغيير حجم الصف أو العمود لحجم أكبر نص موجود فيه نفس الأمر بالنسبة للصفوف بإمكاننا تكبير أو تصغير أي صف وبالنقر مرتين على حد الفاصل سيقوم بعمل فت أو ملئ تلقائي لعمل الملئ تلقائي لعدد من الأعمدة نحدد عليها جميعها من رؤوس هذه الأعمدة حصرا ثم بالنقر مرتين على أي حد فاصل لها سيقوم بعمل فت لها جميعا أو بتكبير أو تصغير أي عمود من هذه الأعمدة المحددة سيقوم بتغيير حجم جميع الأعمدة المحددة لنفس قياس العمود الذي قمنا بتغيير حجمه نفس الأمر بالنسبة للصفوف نقوم بتحديد على مجموعة من الصفوف من أرقام الصفوف ثم بتكبير أو تصغير أي صف من هذه الصفوف المحددة سيقوم بتغيير حجم جميع الصفوف لنفس قياس الصف الذي قمنا بتغيير حجمه كما بالنقر مرتين على الحد الفاصل سيقوم بعمل ملئ تلقائي لجميع هذه الصفوف انتبه جيدا هذه العملية تتم فقط إذا كنت قد حددت الأعمدة من الرؤوس حصرا أو حددت الصفوف من أرقام الصفوف حصرا كما يمكننا منقلب اتجاه الورقة من خلال الذهاب لقائمة بيجلي آوت واختيار شيت رايت تو لفت أي الورقة من اليمين إلى اليسار ليتم قلب اتجاه الورقة باللقاء تفعيلها سيعيد الشيت لجهة اليسار أي لفت تو رايت وهكذا نكون قد شرحنا على واجهة برنامج الـ Excel 2016 وتعرفنا على أقسام الواجهة الأساسية للبرنامج وطريقة استخدام كل منها وتعرفنا على كيفية تعامل مع الصفوف والأعمدة والورقة بشكل عام في الفيديو القادم سنتعلم على كيفية الإدخال على الخلايا وطرق كتابة المعادلات ترجمة نانسي قنقر